المجال للنقاش في هذا الموضوع تكسير وضرب ضواهر غريبة وغير حضارية تغزو بعض المدارس الجزائرية تخريب المؤسسات التربوية هذا التلميذ ينتقم من المدرسة التلميذ يخربون المدارس عوض الاحتفال في نهاية كل سنة دراسية ضواهر عنيفة لأطفال في الابتدائي مشاكل نفسية تدمر أجيال المؤسسات التربوية كل هذا وأكثر مع ضيفيها الأستاذ مسعود موديبة المكلف بالإعلام بنقابة الكنابة صباح سعيد سعيد صباح الخير بالإضافة إلى الأستاذ حبيب الله سالمي مختص في التنمية البشرية صباح سعيد ولبك معنا صباح الخير شكرا عن الدعوة شكرا لك على قبول الدعوة ويمكن أيضا أن يكون معنا بعد قليل أستاذ خالد شنون دكتور في علم النفس التربوي إذن مشاهدين كرام هذا النقاش معك أستاذ مسعود بوديبة يعني كيف يمكن أن تعلقون على مشاهد من هذا النوع في آخر الفصول الدراسية لهذه السنة لترميد في الابتداء أولا بالنسبة لمثل هذه المشاهد أكيد أنها ليست بالعامة هي مشاهد موضعية محدودة تحدث في بعض المدارس في الجزائر تسع ملايين تلميذ وبالتالي هذا الأمر عندما نتكلم عنه نتكلم عنه كعينة لوضع أرضية مستقبلية لمدرسة جزائرية لها مكانتها في المجتمع الجزائري وحتى تكون أساس لمرجعي للعلم كمحطة أساسية لبناء المجتمعات عندما نشاهد نحن مثل هذه الظواهر أكيد السؤال الأول الذي يطرح هو مكانت المدرسة الجزائرية في المجتمع الجزائري مكانت المدرسة الجزائرية في العائلة الجزائرية وبالتالي مباشرة مكانت المدرسة الجزائرية عند أبراءنا التلاميذ وعندما نشاهد مثل هذه الظواهر نتكلم عن مرجعية أفراد الجماعة التربوية خصوص الموظف وعمال المؤسسة التربوية عند أبناء التلاميذ وعندما نتكلم عن المراجع بداية من الحاجب مروراً بالمساعدة التربوي مروراً بالمستشار التربوي الإداريين والمحور الأساس الموجود في المؤسسة التربوية هو الأستاذ وبالتالي هل ما مكانت الأستاذ أولاً على مستوى المؤسسات ثم بعد ذلك على مستوى المجتمع إذن هذه الأسئلة هي التي تصبح محل يعني نقاش ودراسة حتى نجد الحل المناسب لمثل هذه الدوار الأمر الثالث عندما تحدث هذه الأشياء نظر بأن هذه العملية الآن التي أخذت ترويج إعلاني كبير هي عملية بسيطة أمام ظاهرة قتل أو ظاهرة اعتذاء في محيط المؤسسة التربوية عشنا عديد الأحداث في السنوات الماضية وطرحنا عديد الأسئلة فيما يخص تأمين المحيط المؤسسة التربوية ومحيطها عندما نبني مؤسسة التربوية بالدرجة الأولى نتكلم عن محيط هذه المؤسسة مكان بنائها محيطها وتأمينها ونظر بأن هذا الموضوع قضية حماية الوسط المدرسي وتأمينه والعنف المدرسي يتكلمنا عنه في قضية البروتوكول اتفاق بين الوزارات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة تربية الوطنية ولما وضعه بروتوكول لتأمين المؤسسات التربوية إذن هذا البروتوكول الذي وضعه منذ ثلاث سنوات وإذا تكلمنا عن النقاش أربع سنوات أو خمس سنوات نقاش وبالتالي ولا أطر له اليوم على مستوى المؤسسات التربوية إذن هذه الأمور هي كلها استدعي أننا يجب أن نناقشها بعمق حتى نحدد كيف نعالج مثل هذه الظواهر التي شهدناها وممكن من خلال السلسة أوضح أكثر في هذا المجال نعم جميل أستاذ حبيب الله سالم يختص فيها تنمية البشرية اليوم نحن نتحدث عن جيل جديد نتحدث عن تنشئة نفسية، تنشئة اجتماعية، تنشئة فكرية، تنشئة أدبية، تنشئة أخلاقية سليمة لأطفالنا الأستاذ مسعود بوديبة الصحي قال بأن ظواهر من هذا النوع صحية غريبة لكنها محدودة في المدارس الجزائرية لكن إذا كان فيه تلميذ كما قلوا بالعامية خارج طريق فعلينا ندق نقوس الخطر خاصة في هذا الجانب جيد وجميل أنا فيما تم بثه الآن عندي ملاحظتين الملاحظة الأولى التي رأيتها هي الكراريس الموزقة بجوار المدارس أما الملاحظة الثانية فهي ما وقع للمساعدة التربوية ما وقع للمساعدة التربوية ربما لأول مرة أرى مثل هذا السلوك لكن من خلال تقطيع الكراريس أنا فقط يوم الخميس كنت مار في الطريق فوجدت كراريس كثيرة منطقة ربما لأول مرة أمر بها وجدت أوراق متناثرة فعرفت أن هناك مدرسة وظاهرة الكراريس الموزقة والأوراق أنا بالنسبة لي شاهدتها لعدة سنوات وكل سنة يتم الحديث تتكرر ويتم الحديث حولها فأنا أسأل هل هذا التلميذ هو ينتقم من هذه المنظومة مثل ما قال الأستاذ ينتقل من الحاجب من المساعدة التربوي إلى المراقب العام إلى الناظر إلى الإدارة إلى الأستاذ ماذا يريد أن يقول التلميذ؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يوجهها؟ وعندما تتكرر هل نحن فتحنا آذاننا كي نستمع لما يريد أن يقول التلميذ؟ أكيد فيه مجهودات كثيرة يقوم بها الجهات الرسمية والوزارات مثل ما تكلم الأستاذ وغيرها وغيرها ولكن أرى أن في الجانب النفسي والجانب المجتمعي نحتاج إلى عمل كثير مع التلميذ خاصة إذا كان التلميذ أصبح يرى أن العملية مرتبطة بالتعليم وأصبحت الأمور أغلبها مادية يعني نحن نتكلم عن التعليم أكثر من نتكلم عن التربية سابقا ماذا كنا نرى؟ كان التلميذ ربما يستحي أن يمر في الطريق الذي يمر منه الأستاذ صحيح كان الأستاذ يأمر وينهى كان الأستاذ يقوم بعملية تربوية تساعد الأسرة تساعد سابقا الزوايا والمساجد وغيرها لكن الآن أصبحت تغيرت كثيرا من السلوكيات الخاصة بالتلميذ فأصبح كل شيء تقريبا في أغلبه على الأقل أقول مرتبط بالنقطة وبالتالي إذا زادت النقطة قليلا أو نقصت النقطة قليلا يوجه التلميذ رسالته مباشرة سواء للأستاذ سواء للمعلم سواء للجهاز الإداري أو حتى للمحيط مثل ما ذكر الأستاذ وهنا يجب علينا أن نتوقف كثيرا عند هذه النقطة بالرغم أن نحن نناقش الكثير من النقاط المتعلقة بالجانب القانوني والجانب البيداغوجي لكن يجب أن لا نهمد أو يجب أن نعطي الاهتمام البالغ للجانب النفسي للتلميذ لأنه هو من يوجه له كل هذه المسؤوليات وكل السلطات لخدمة التلميذ وبالتالي توفير الأجواء المناسبة لهذا التلميذ نسمع إليه نجلس معه نفهم اهتماماته وغيره حتى أن التلميذ الآن تغيرت عدة أشياء كثير من المرات أنا تكلمت عليها في البلاطو هنا في النهار حول أن الجانب الإعلامي الذي يؤثر على التلميذ بشكل كثير حول الجانب الإلكتروني ربما الآن تقع حادثة هنا مباشرة نصخ لصق تقع هنا وبالتالي يجب أن نرعي مثل هذه النقاط لأنها أصبح تؤثر كثيرا حتى أصبحنا أنها في امتحانات نهاية السنة دائما أصبح ابتكرت طرق جديدة فيما يخص الغش وغير ذلك وبالتالي أكيد فيه تراكم وفيه تأثير على التلميذ وهذا التلميذ كل مرة سواء هو كشخص أو كل المؤسسات التي حوله تؤثر عليه بطريقة أو بأخرى حتى يخرج سلوكيات جديدة ومتكررة وربما لا نفكر ولا نحلم أن نتوقع أن التلميذ يقوم بمثل هذه الممارسات وسلوكيات نعم جميل نعود مشاهدين الكريم الكرام لمواصلة النقاش في هذا الموضوع سنتابع التقرير التالي للزميل هاجر رزليل في ذات السياق دائما ضواء الغريب والغير الحضارية والمسيئة التي أضحى تتسم بها بعض المدارس الجسائرية ثم نعود نواصل النقاش تحريب الأقسام تكسير العتاد وتمزيق الكراريس ظاهرة باتت تعاد كل نهاية عام دراسي فعوض توديع السنة الدراسية بالاحتفال أصبحت تلميذ يوديعونها وكأنهم ينتقمون منها فأي تفسير لهذه الظاهرة بطبيعة الحال هو يعتبر بمثابة انتقام وهذا الانتقام أتى من ماذا يأتي الانتقام أولا وقبله كل شيء نبدأ نبحث عن المصدر المصدر الأساسي والرئيسي المصدر الأساسي والرئيسي هناك عدم الرغبة في التعليم والتعلم من طرف الأسرة ومن طرف المعلم ومن طرف المدرسة لأنه اللي هنا يعيش بتلميذ ضغوطات وبالتالي ما كانش اللي هنا ما نسميه بتطبيق علم النفس التربوي علم النفس التربوي احنا نشوفه يعني الأسرة الجزائرية عامة لما ندخل البيت انتاحها ما نوجدش هذه الأسرة خاصة مكتبة أو مكتب مكتبة للطفل هذا باش يضع فيه الكرار ويستوعه باش يضع فيه الكتب انتوعه ويبقى يتذكرهم الظاهرة أصبحت تتكرر كل سنة وهو ما يؤكد على وجود خلل ولم يعالج بعد من يرجع أنا قلت نحمل أول وقبل كل شيء الأسرة ثم بعد ذلك المدرسة وخاصة وخاصة المعلم لأن هنا من حالة يخلينا المعلمة نشكون معلمين معنى نش معلمين متكونين في بعض الأحيان نشوفنا التلاميذ كرهوا ولا سأمون ندخل نقطة نقطة هذه كراحة وشتوزي تخلي التلميذ يقض تكون عنده يقضى وليه يقضى هذيك تخليه تحبب له الدروس وليه عند المعلم وليه يحب المعلم هذا هذه الصورة منتشرة في أكثر من منطقة وليست حكرا على العاصمة فقط للأسف لم تفلح لا الإدارة والأساتذة ولا الأولياء في تهذيب التلميذ فلماذا تنصى للجميع من مسؤوليته؟ إذا نعود من جديد إلى البلاطم شنين الكرام لنواصل الحديث في داقة السياقة بدأنا النقاش مع ضيفين اتنين الأستاذ مسعود بوديبة مكلف بالإعلام بنقابة الكناب وايضا الأستاذ حبيب الله السالم المختص في التنمية البشرية ويحضر معنا أيضا الضيفة الثالث الأستاذ خالد شنون دكتور في علم النفسي التربوي صباحك السعي سيدي الكريم هلا بك معنا أهلا وسهلا ومرحبا جميل كنا نتحدث قبل قليل سيدي الكريم حتى نضعك في الصورة وتابعت أنت أيضا التقرير الأخير الذي يتحدث عن ضواء الغريبة والغير حضارية والمسيئة التي تتسم بها بعض المدارس الجزائرية نريد أن نأخذ رأيك أنت وجهت نظرك دكتور في علم النفسي التربوي خاصة في هذه النقطة نتحدث عن أطفال صغار نتحدث عن تنشئة هؤلاء الأطفال نتحدث عن جيل جديد نتحدث عن مستقبل الجزائر أولا تحية صباحية إليكم وإلى كل الأسرة التربوية بما فيها المنربين سواء معلمين أو أساتذة أو أباء وأولياء أو ولات أمور إلى غير ذلك أما قضية العنف أولا هي ليست بجديدة وإنما مظاهرها نوعا ما أصبحت تتجاوز الحدود خاصة أن أربما ما تم تدوله مؤخرا من السلوكات عنفوان عنفوان وسلوكات تعطيشان التي هي في الأخير يعني لا تنبئ بخير خاصة أن التربية في الحقيقة تقاس على ما يكون خارج أسوار المدرسة خاصة أن المناهج الحديثة وإن كان كل الباحثين يؤكدون مؤخرا على أنه لابد أن نبني شخصية المتعلم على عكس يعني ما كان قديما من حفاظ على التعلمات وعلى المعارف ونركز على الرقم إلى غير ذلك ثم قضية العنف يعني كما نراها هو ليس من السهل ربما معرفة أسبابها رغم أنه من السهل ربما وصف السلوك العنيف لعلى ربما الأساتذة أشاروا إلى هذا الأمر السلوك العنيف سهل أننا نرصده وسهل أننا نصفه بدقة ولكن أسبابه تبقى يعني صعبة أرقت حتى العلماء والأساتذة والباحثين في المخابر على البحث إلى غير ذلك ولكن هذا ما يعنيش أنه يعني السلوكات العنف يعني تلا يمكن الحد منها خاصة إذا كان فيه ربما لغة تعتشارك ما بين كل الهيئات والمؤسسات التي تبني هذا الفرد الذي هو في الأخير يعني ينتظر منه أن يكون قبل أنتع مستقبل وأن تعجيل الذي سيستلم المشعل في المستقبل إلى غير ذلك طيب إذا كان نتكلم ربما عن الأسباب نتحنا عادة حينما نحلل الظاهرة علميا نوعا ما نحاول كيف نحيط بمختلف متغيراتها بداية من العمر بداية بالبيئة بداية بالتصورات التي هي دور في ذهن هذا المتعلم وهذا الفرد إلى غير ذلك ففي أغلب الأحيان سواء تعلق الأمر بالعنف أو بالعدوان فهو إنعكاس على أسباب إنعكاس على تصورات تدور في أذهان الفرد في نظره ربما لإثبات شخصية في نظره حتى ولو بالعدوان وبالرفض الاجتماعي وبعدم القبول إلى غير ذلك في نظره ربما يعني هي إنعكاس طبيعي إنعكاس طبيعي سواء لظروف يعيشها في الأسرة أو ظروف يعيشها في المحيط خاصة في غياب هذا النسق التعاوني أنا عندما نقول التعاون أستاذ إحنا ما زلنا نرى بأن المدرسة هي الوحيدة التي أكلت لها مهمة التطوير والتطوير وربما العلاج انتع هذه المشاكل وكلها يعني نقيسها في حين ربما عندما نخرج من المدرسة في أغلب الأحيان يعني نعطي اللوم على هذا الأستاذ وعلى هذا المحيط ثم إذا كنت تكلموا عن البيئة وإن كان يعني ربما خليني نبدأ أنا من البيئة الاجتماعية إحنا ما تنسىش يا صديقي العزيز بأن المكرهات الاجتماعية ومتغيرات الضغطرة هي متعددة بداية من اللفتة اللي يدخل بها التلميذ إلى المدرسة يعني في أغلب الأحيان هكتشوف مؤخرا يعني دراسات تكشف بأن حيط الطابع الهيكلي أو الهندسي للمؤسسة قد يعني يدفع بنا إلى العنف يعني رغم أنه هذا ربما ما وش مبرر معني تالي كي نعطي ربما ضوء هكذا لقبول السلوكات العدوانية أو العنف إلى غير ذلك وبتالي فأنا قلت لك يعني في أغلب الأحيان نحن تفسيرنا لظاهرة العنف أولا يرتبط بالموقف هل هو عدوان أم عنف لأنه إذا كان قلت أنا يا عنف هو قد يزول بزوال سبب ولكن إذا كان عدوان قد يتصوره الفرد ربما في ذاته وفي شخصيته وفي وجوده ثم إذا كان جيت قلت أنت مثلا هذا التكسير مثلا ولا هذا الحرق للأوراق ولا للدروس ولا هذا في الحقيقة هو السلوك طائش هذا موجود في الدول المتخلفة فقط لأن المناهج الحديثة في الحقيقة تبنى على أساس بناء تكاملي لأنه لا يمكن ربما يعني أننا نبدأ سنة دراسية إلا بالاعتماد على المكتسبات القبلية ربما لكتسبها التلميذ في السنوات الأولى وبتلفة تخيل إذا كان ما فيش واحد يرشد أو يوجه أو حتى يعير الاهتمام مثلا إلى هذا السلوك سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى القسم أو على مستوى يعني طاقم الإداري أو طاقم البداغوجي هذا نهيك ربما على متغيرات عديدة بداية حتى أحيانا ربما بعض سأعود إليك أستاذ اللي حديث حول هذه المتغيرات ومتغيرات الضغط المتعددة أريد فقط أن أحيل الكلمة لأستاذ مسعود بوديبل وكربئانا بنقابة الكنابس أريد أن أعرف رأيه وفيما يخص هذه النقاط ربما الكثيرة أستاذ يتحدث عن المتغيرات الضغط المتعددة يتحدث عن المقرارات الدراسية تحدث أيضا عن الجانب القيمي والأخلاقي الذي ربما افتقدناه مؤخرا نركز على النقاط ونبتعد على المحتوى والجانب التربوي هل هذا صحيح ربما؟ مثل هذه المواضيع التي هي مرتبطة بالفرض الذي ننشده في المجتمع الجزائري الكل الآن يعبر عن مدى أهميتها ومدى المسؤولية الكبرى لذلك ولذلك فهذا بالأساس يرتبط بمشاريع المجتمعات ومشاريع المجتمعات تبنى على أساس المدرسة المدرسة معناها المدرسة أهميتها في المجتمعات هي بأهمية أكبر من عديد المجالات الممكن اللي هي سواء المنظومات الاقتصادية أو المنظومات الأخرى إذن الأساس الأول الذي يحظى بالاهتمام هو المدرسة الجزائرية ولذلك عندما نتكلم عن هذه المشاكل يجب أن نتكلم عن المنظومة كمنظومة تربوية منطلق الأول هو البنى التحتية البنى التحتية هي أساسية في التي في وضع الإبن تعنا رح يعيش في محيط هذا المحيط يجب أن نوليه أهمية كبيرة معناها بيئة المدرسة الجزائرية التلميذ عندما يكون في مؤسسة تربوية يجب أن يجب أن نوفر يعني المرافق الضرورية لهذا الإبن لبنائه لسنوات حتى يكون هو المواطن الصالح الذي ننشده غدا مؤسسسة تربوية عندما ليست بعيدة عن سجن في شكلها وفي وفي بيئاتها حتى لما نذهب للساحة نشوف ما عدا يعني انتهجنا وحد السياسة على البطان والألوان نوضع ألوان على يعني الشجر تقريبا أصبحت ش suo البطان ومن المؤسسة التربوية لما توجد مصرح لما توجد قاعة لموسيقى لما تحد قاعة لنشاطات يعني النشاطات التقافية مكتبة لما توجد يعني 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 المرافق ريادية للنشاطات الريادية حدي Whew الحياة المدرسية هنا تصبح بدأ بني حياة هذا البصطلح الذي يجب أن نركز نحيات المدرسية الأمر الثاني دائماً فيما يخص المنظومة التربوية لما تكلم الأستاذ عن الكاريس اللي الآن موجودة في المرمية في الطرقات هنا يطرح سؤال علاقة التلميذ بكراسه علاقة التلميذ بكتابه ولما يقول علاقة التلميذ بالكتاب والكراس ليس من حيثه الشكل وإنما من حيثه المضمون نحن قديماً عندما نجد ورقة في الطريق نروح نرفع هذه الورقة ونقرأ محتواها ونحاول أن نضعها في مكان يليق بها هذا الأمر لم يأتي من فرع لأن الشهداء الجزائر وعلماء الجزائر علمونا منذ البداية قداسة العلم وقداسة العلم منطلقها بقداسة المصحف وقدسة المصحف هي التي أعطتنا في المرتبة الثانية الكتاب المدرسي هذا الأمر الأول الأمر الثاني الكتاب في حد ذاته مرجعيته عندنا الكتاب عندما كان مرجعاً كنا حتى بالقناة ما نقدرش نكتبه فيه وبالتالي هو مرجع لنا لأخذ المعلومة إذن هذا الكتاب منذ البداية نراه مرجع والمحتوى الموجود في الكراس هو مرجع إذن اليوم عندما نجد الكتب هي تقريباً هي كتب للنشاطات يعني نروح نكتب وحياناً نقطع وحياناً وبالتالي ميعنا قيمة الكتاب وميعنا قيمة المحتوى لأن المحتوى ربطناه كمنتوج بالأمتحان ينتهي الأمتحان يصبح لا أهمية له هذا المنتوج وبالتالي التلميذ آلياً بدون أن يشعر يشعر بأن هذا الكراس أولاً قداسة العلم وبالتالي التاريخ تاريخه في المدرسة لا يهمه لأنه عندما نضع الكراس ونضعه في البيت هو مسأل تاريخ كيف نبني تاريخي في مسألة مهمة وهي مسألة مساري التعليمي في المدرسة الجزائري إذن هذا الأمر أصبح لا يهمه ثانياً المحتوى داخل الكراس أصبح لا يهمه لأنه هو مجرد سلعة قام يدرسها التلميذ جوز بها الأمتحان وانتهت المهمة إذن لازم يروح للأبوبان حتى الكراس كترة الكراس وكترة الكتب حتى في العائلات الجزائرية لما يروح للبيت في البيت صبحهم لا يقدروا شيء يضعوا مكان حتى للكراس والكتب وبالتالي أصبح عبعاً للأائلة العائلة إذن ضروري أنها تروح توضحها في الأبوبان إذن هذا الأمر الثالث اللي هو الآن نحن مع التطور التكنولوجي للمدرسة لم تسير هذا التطور التكنولوجي التلميذ اليوم نحن لم تسيرنا التلميذ في تطوراته وهو المرتبط بالوسائل التكنولوجية كيف نجعل التلميذ مرتبط بالوسائل التكنولوجية بأن محتويات التعليمية هي الآن تنتقل إلى هذه الأجهزة الإلكترونية وهذه المواقع العلمية التي نربطها بالتلميذ إذن يجب أن نتطور كذلك مع أبنائنا التلميذ في هذه المسألة الأمر الثالث دائما يتعلق بالمنظومة وهو أمر مهم جدا وأنا قلت بأن المنطلق أهمية المدرسة وأهمية المدرسة في أفراد الجماعة الطربوية التي تشكل هذه المدرسة إذن عندما يكون الحاجب غير مكون عندما يكون الإدارة غير مكون عندما يكون المسؤول غير مكون وعندما يكون الأستاذ غير مكون والتكوين هو التكوين القبلي والبعدي هو أساس النجاح بالنسبة لهؤلاء إذن ماذا ننتبر من المدرسة وأقول بأن المدرسة اليوم يعني رغم كل هذا ما قلته كان هناك تضحيات كبيرة لأن الأساس في المدرسة وخصوصا عند الأستاذ هو الضمير والأستاذ عندما يكون أمام ابناء التلاميذ الضمير سيبدأ للمجهود بضعف الإمكانيات وضعف تكوينه وبالتالي نحن دائما أن المدرسة اليوم هي ضحية هي ضحية وليست مؤسسة للعي هي ضحية عديد الظواهر الاجتماعية اليوم التي نعيشها في المجتمع وأنتم تعرفوا بأن محيط المدرسة يعيش ضواهر عديدة المدرسة اليوم نجد الذي يبيع الدخان يأتي أمام المدرسة والذي يبيع المخدرات يأتي أمام المدرسة والذي يستقطب الشباب يأتي أمام المدرسة هذه الأمور هي مسائل جوهرية يجب أن ننتبه إليها أستاذ حبيب الله أسالمي ونختص فيها التنمية البشرية الأستاذ بسعود بوديبا يقول صحيح أن المدرسة ليست هي السبب ولكن المدرسة أصبحت ضحية أشعر اللقطة مهمة جدا وعطنا مصطلحة مهمة ربما تنولناها في بعض المجالات وفي بعض الميادين الأخرى تحدثنا عن الحياة السياسية الغائبة في الجزائر بمناسبة الحركة الشعبة تحدثنا عن الحياة الثقافية الغائبة في الجزائر منذ سنوات منذ العشرية السوداء إلى اليوم وأسبابها وتدعيتها وكل ذلك لكن الحياة المدرسية أيضا غائبة في الجزائر وهي سبب بين الأسباب التي أوصلنا إلى ما وصلنا إليها حقيقة أنا أعجبني المصطلح تعالي حياة المدرسية وهذا المصطلح أنا بالنسبة لي يشكل ضغطا على المدرسة حقكم الآن أصبح تقريبا الجهة الوحيدة الممكن لها عملية مرافقة التلميذ في الجانب الثقافي في جوانب كثيرة هي المدرسة ما عندناش تقريبا ما عندناش فضاءات أخرى يمكن أن يتواجد فيها التلميذ المرافق الرياضية قليلة الأسرة عندها الجانب الضغط كثير خاصة مع الجانب القدر الشرائية الجانب المادي فأصبح كل شيء موجهة الآن للمدرسة فالمدرسة الآن سابقا كانت تقوم بجزء من الدور الآن أصبح الجميع يريد من المدرسة أن تقوم بكل هذه الأدوار ويصبح الآن صعب يصبح دور المعلم ودور الأستاذ يتعاظم ويصبح مضاعف إضافة إلى نقطة أخرى أشر إليها الأستاذ وهي نظرة التلميذ إلى المعلم والأستاذ سابقا نحن لم نكن نشوف المعلم والأستاذ أنه يدير إضراط نتيجة لعدة ظروف اضطر أن الأستاذ والمعلم يخرج من المدرسة ويخرج حتى يطالب ببعض الحقوق انتاعه التلميذ أو الطالب كيف ينظر إلى المعلم والأستاذ الآن يبدأ ينظر إلى المعلم والأستاذ على أساس أنه يطالب ببعض الحقوق المادية أو يطالب ببعض الأشياء هو لا يدركها تلميذ ولا يدركها الطالب ربما فيه بعض الوسائط المختلفة التي تشير إلى أن المعلم والأستاذ يتحرك من أجل المال ومن أجل البطن لكن الأستاذ المعلم عنده ظروف كثيرة هو ابن البيئة نتاعه وبالتالي لما يضطر أن يخرج من هذه المدرسة حتى يطالب مضطر يطالب بعض الحقوق أكيد فيها ضريبة عكسية فيها سلبية تلميذ ينظر الأستاذ وينظر المعلم إضافة كما رجع فتسقط المفروض أن المعلم ومعلم للأستاذ المكان نتاعه مثلا مثل مكانة ما بيقوا سيدي سمحودي الإمام كنا ننظره هو قبل كان يعلم القرآن وكان يقود المجتمع وكان يوجه فكان بعض الرموز وسمحوا لي هذا المعنى ربما معنى شوية سياسي كان بعض المرجعيات أسقطت سواء بفعل التقادم أو بفعل العادات أو بفعل أن الأمور مشات أو بفعل أن أمور سياسية مقصودة ليس هذا الموضوع فلما سقطت المرجعيات أصبح تلميذ ينظر لمن هو المكان الوحيد لينظر إليه المعلم والأستاذ أضاف الأستاذ كان يتكلم على الكراس ويتكلم الآن أصبحت إذا أردت أن أبحث على النقطة وأبحث على المعلومة خاصة المستوية المتقدمة التعليمية نظر أنها الكتب الشبه المدرسية صح؟ وحتى أنها الظاهرة أنها في الأقسام النهائية خاصة في المستوى الثانوي ثلاث ثالث تقريبا خاصة للباكالوريا لا يذهبون إلى المدرسة لماذا؟ لأنهم أصبحوا يرون أنها الحصول على بقوسين النقطة لا يكون عند المعلم والأستاذ وربما يكون عند المعلم والأستاذ ولكن ليس داخل المدرسة وإنما خارج المدرسة بطرق أخرى مختلفة ونجده كذلك في الكتب الشبه المدرسية فكأنها الكتب المدرسية فقدت البريق منتاحة وفقدت الدور منتاحة في المقابل الآخر الأستاذ المعلم فقد جانب من بريقه ونظرته تجاه التلميذ إضافة إلى المحيط إضافة إلى دور الأسرة ربما التلميذ يذهب إلى المدرسة لأنه مجبر على الذهاب إلى المدرسة مجبر ربما مجبر أن يذهب إلى المدرسة لأنه حتى يقوم بدور معين ولكن تلميذ لما يخرج إلى المدرسة ما فيش شيء ما فيش فضاء يستقبله لا نتكلم على الجانب الثقافية بالمناسب في الجانب الثقافي أنا مهتم بالجانب الثقافي وأشتغل في مشاريع قرائية مرات أتكلم على نحن في مشروع قرائي جمعية نتكلم على أن نأتي بالمراجع ونأتي بالكتب عندنا لكن لما نذهب إلى المكتبات العمومية نجدها مكتظة بالكتب ونكتظة بالمراجع حتى بميقى وسينا سبحوني عن هذا المعنى كان عندنا نشاط في المكتب الوطنية تكلمت مع أحد المسؤولين قال يا أستاذ حبيب تقريبا بنسبة 90 أكثر من 90% من رواد المكتب الوطنية الحامة هم اضطرب الذين يحضرون للامتحانات أصبحت فضاء أين الجانب الثقافي نروح لمكتبات العمومية موجودة كتب ولكن هياك الفارغة شبه فارغة حتى نقول في بعض الاجتهادات هنا وهنا وهنا ولكن ما فيش منظومة التي تبدأ من التلميذ تشتغل على التلميذ في الجانب الثقافي منذ نعومة أظافره حتى المستوى المتقدم نهيك على ظروف كثيرة ساهمت في ترك التلميذ أنه يسلك هذا السلوك وأقول في نقطتين ربما التلميذ فقد روح الانتماء بهذه المدرسة الروح وفي نفس الوقت هو يمارس سلوك انتقامي تجاء لما فقدنا الروح أصبحتنا نتعامل مع التعليم أكثر ما نتعامل مع التربية كنا نرى المعلم والأستاذ مربي أكثر منه معلم ولكن الآن تقريبا الجانب بالجانب التربوي نقص كثيرا وأصبح الجانب بالتعليم فأصبح التلميذ يتعامل مع التعليم والتعليم عنده مقدمات عنده مدخلات والمخرجات التي نراها من خلال كشف النقاط فهو يبحث على كشف النقاط حتى مؤخرا أنا ذكرتني إحدى الأمهات تسألني بأن الإبن انتاحا مستواها يعني مقارنة بأقرانه مستواها متدنين معدن انتاح واثناش ونص وثلتاش وحتى الأساتذة تعد دروسها الخصوصية تخصص له أساتذة في البيت بحكم أنها القدرة الشرائية لهذه العائلة عالية أتتني مرة الأولى والثانية والثالثة فسعنت بالمختصة النفسانية عندنا في المركز فلما جلست مع التلميذ وجلست مع الأم قل يا أستاذ حبيب هذا التلميذ هذا مستواه ما يقدرش يزيد فوق 12 ونص وثلتاش المشكلة الآن عند من عند الأم ليش لأنها تقارن بينها وبين زميلاتها وجيرانها وأخواتها والمستويات فأصبحت الآن نحن نبحث على ماذا النقطة جبت النقطة نعطيك الهدية ونعطيك الكاذو حتى بالمناسبة هذه العائلة صدقنيها حتى العائلة الإبنة نتاحة كانت تقرى في البيام لما جابت البيام الولد نتاحة قال لها وشيها الهدية نعطيها لك قلت لحبا رحوا المريكان في نالماء رحوا المريكان دوروا 18 يوم الأب والأم وكل الأولاد الإبن لما اجتاز من السنة أولى متوسط إلى السنة الثانية متوسط قالوا له وش نجيبك عجبات وحاجة رح شروعها له ب45 مليون ليش؟ لأنها أصبح الآن ليس مرتبط بالقيمة بقدر القيمة المعنوية أصبح مرتبط بالقيمة المادية أو القيمة المادية جميل أستاذ خالد شنون ماذا يمكن أن تضيف؟ فالتربية يمارس سلوك انتقامي منها ضد المدرسة كما يقول الأستاذ حبيب الله سالمي أنت قلت بأن هناك متغيرات الضغط التي أصبحت متعددة والتي تسببت في كل هذا شوف هو أولا حربة مسمح لي شوية وقت معلي فيك ألورك لازمنا نعرف بالطربية عملية معاقدة جدا هذه أولا ثانيا في الجامعة نعمل على أساس أننا علاج أي ظاهرة دائما ننطلق من مقاربات ما معنى مقاربة معي أن ننطلق من وشقة العلماء في ظاهرة العنف كيف نتصور المناهج الحديثة كيف ننظر حاليا إلى التلميذ إلى غير ذلك مثلا نرى حاليا يمزق في الكاراريس انتاعه لأنه في ذهنه في نظره خلاص هذه التعلومات لا يحتاجها مستقبلا وهنا لازمنا نعرف بأن التلميذ هو ضحية وليس يعني شجاع بهذا السلوب ضحية وهو لا يدري لأنه في الأصل مثلا هو أصل المهمة التعليمية ما هي هي أن نساعد هؤلاء المتعثرين يعني بالنسبة لنا هذا تعفر يقدر يكون تأخر يقدر يكون صعوبة يقدر يكون اضطراب يقدر يكون مطأ في التعلم يقدر يكون المهم ماذا بنا نحن حتى مصالح المعنية ربما بقطاع التربية أو حتى التعليم العالي ولماذا لا نفتح مثلا هكذا مخابر وخلايا للبحث العلمي ونخلي ناس ينشطوا في هذا المجال يسيدي ونخليهم يمشيوا للمدارس وننفرهم إحصاءات حقيقية أنا حاليا كي يجي تقول لي مثلا العنف وأتأكد بأنه من بي الأسباب مثلا العنف إذا نتكلم حاليا حتى على الأسباب المادية أو نهيكة على الأسباب الذاتية ربما تتعلق بذات الفرض أو بشخصيته حتى الإعلام إحنا حاليا إذا لم الأمور أو هذه الظواهر مثل ما أشار الأساتذة هي مسألتنا جميعا لأنها مسألة مشتروع المجتمع الذي ينطلقه من المدرسة والمدرسة تأتي بعدها المناهج والبرامج وبيئة المؤسسة الطربوية وأفراد طبيعة للناس اللي يعملوا بداية من الحاجب الحاجب ليس كالحاجب في المؤسسة الصناعية جميل يجب أن يخضع إلى مسار تكويني يسمح لنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك أستاذ حبيب الله سلمي في عجالة فقط لا سماعت لأنه يبقى لي الكثير من الوقت بدونك أن نقول في الأخير بالله أنا أقول علينا جميعا أن نساهم في دعم الحياة المدرسية مثل ما قال أستاذ مسعود من خلال نقطتين وثلاث نقاط النقطة الأولى أنا أرى في شهر رمضان تكثر الجمعيات الخيرية بشكل كبير حتى أنه يخيل للي أن كل جمعيات الناشطين في المجال المجتمعي هم في المجال الخيري لماذا لا تكون هناك عدة مبادرات عدة جمعيات عدة نوادي تنشط في الجانب الثقافي تنشط في دعم المدرسة مساعدة التلاميذ مساعدة الأولياء الأمور مساعدة المعلم مساعدة الأساس في مثل هذه الأشياء لأن الضغط على المدرسة أصبح كبير وكبير جدا نعرف أن الجامعة تقوم بمساهمات الوزارة تقوم بمساهمات ولكن لا ننكر أن المؤسسات المجتمعية يجب أن تقوم بدور مهمة أخرى كذلك أراها ضرورية جدا وهو الاهتمام بالجانب الإعلامي والجانب الإلكتروني لأنها الآن أصبحت أي إشارة أو أي منشور الآن أو أي صورة أو فيديو ينتشر بشكل كبير جدا علينا أن نولي هذه النقطة على الأقل لم نستطيع أن نتحكم فيها فكيف نستطمر في الجانب الإيجابي ونتمنى للمدرساتنا وكل تلاميذنا والأسادي والمعلمين التوفيق إن شاء الله جميل أستاذ خالد شنون في الأخيرة نقول في عجالة فقط والله أنا أعتقد بأنه هي دعوة إلى تحميل المسؤوليات والمتبعات ولم لا لكل في حقه وفي حدود مسؤوليته ثم لابد علينا أن نشجع ربما النسق القيمي الاجتماعي ربما يشجع روح التعاون وإذا تكلمنا على العدوان حتى الله سبحانه وتعالى وهو لا يحب المعتدين فأكيد هي رسالة إلى كل الأسر بأن نحافظ على مؤسساتنا وأن نعرف بأن هؤلاء الأبناء هم من يحملون المشعل في المستقبل وإن شاء الله فيها خير بإذن الله تعالى إن شاء الله شكرا جزيلا لكم سيد مسعود بوديبة وكارب بلعنا برقابة لكن أرغبتكم جزيلا لك سيد خالد شنون الدكتور في علم النفس التربوي شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم الشكر موصول أيضا لنسيد حبيب الله سأل ونقتص في تنمية البشرية شكرا جزيلا لكم